خلوني أرجع بحضراتكم مرة تانية عزيزي المواطن عزيزاتي المواطن هو في حمل كلنا شايلينه الحكومة شايلة منه جانب كبير مش بس على مسألة انه هي بتمارس حقها الطبيعي في ضبط الاسواق في ضبط الاسعار في انها بتحاول ان تحارب الغلاء قدر الاستطاعة في انها بتضبط المخالفين الجشعين المتوحشين بس كمان بتتاخد مجموعة من الاجراءات الاقتصادية وتتحمل على الموازنة قدر الامكان علشان ما تجيش على كتفك انت فلو افترضنا افترضنا مثلا مثلا انه الموجة التضخمية هنفترض انها في العالم هنفترض جدلا 30% السؤال بقى طب وهي لما تيجي على مصر هتيجي برضو 30% المفروض اه بالاجراءات اللي بتاخدها الحكومة المواطن مش هيحس بموجة تضخمية 30 انا بضرب لك رقم في البلالة اللي بيحصل انه اللي هيحس بيه المواطن تقريبا 15 او 20 فالحكومة تبدأ تنتص هذه الموجات التضخمية بطريقتها هي من ناحيتها هي بمجموعة من الاجراءات كويس؟ بحيث انها تقلل الحمل اللي عليك اقتصادياً التوصيات الكاملة والواضحة لفخامة الرئيس واضحة جداً بانه قدر الاستطاعة قدر الاستطاعة وإلى أبعد الحدود ما نقربش من الفئات الأولى بالرعاية أظن قاني القوام انه التقايل اللي في البلد يستحملوا حبتين وبلاش الاعادات اللطيفة الظريفة اللي بتتقعد ويه ما قولنا ما أصلي لو كنا طب لما انتو شطار كده ما عملتوش كده زمان ليه ما عملتوش كده قبل 2014 ليه طب ما عملتوش كده قبل 2011 ليه ما كان في إيديكو كل فلوس البلد ما عملتوش كده ليه بالشطارة تجي تقوليه ده زمان ده الدولار كان بخمسة ونص يا راجل بجد يعني الموازنة ما كانتش بتتحمل فرق القيمة الدولارية وإحنا هندحك على بعض وانتو إيه بيتكلموا جهلة لأ كان الغلبان اللي بيتحملها طبعاً الأخ الصاد اللي كان بيروح يشتري عربية مثلاً بمليون جنيه وقتها يا تمنها ما كانش مليون جنيه هو بيدفع التمن ده بالقيمة الدولارية يعني التوكيل بيقول والله العربية دي كذا 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 دولار بعد ما يحط مكسابه ومش عارفه هتساوي مليون جنيه مصري ما هو طبيعي لا هو على شعر خطر حاسب الدولار على خمسة ونص لو كان حاسبه صح كان بقى بإحداشر فالعربية كتبقى بإثنين مليون عارف المليون الفرق ده راح فين تاخد منك انتا ده اللي كان بيحصل قبل 2010 وبعد كده حالة من حالات الهرج والمرج وعدم الاستيعاب وكل واحد يودلي بيدلوه كل واحد قاد عمال عمل فيها ابو العريف وبرضو ما حصلش النتائج والبسنا في الحيط وجي الاخوان طب لما انتوا عبقرة ما حلتهاش من بدري ليه عشان ولا عبقرة ولا حاجة انا مش بقولك كده على كل الناس يعني سحاب تكلم في 80-90% ولا عبقرة ولا يحزنوه كل واحد مشغول بانه جيبه يتقل كده ويدخن ما ليه الناس بقى كيبه دفيان على كل هذه مناقشة سوف تطول مش بس النهاردة ده النهاردة وبكرة وبعده خلونا نبقى مستوعبين احنا الاتنين علينا دور الدولة عليها دور وبتقوم بيه واحنا كمان عاوزين نقوم بدورنا اللي هو البسيط لا تخزن ولا تسكت ابدا اتصل على رقم حماية المستهلك وابلغ واسيب الباقي على الجهاز بقى